طريق شبه مسدود نحت إليه مفاوضات إثيوبيا حتى بلغت اليوم جلستها الختمية الغلبة فيها كانت حسب تقارير إعلامية للمواقف الخلافية بين حكومة أبي أحمد وجبهة تيجرايا بينما يسعى الاتحاد الإفريقي إلى توسط بمقترحات توافقية ترمم المحادثات قبل انهيارها في آخر جلسة وصفت بالحاسمة أمام حرب دامية قضت على الألاف من الأبرياء طرف النزاع يتشبث كل منهما بمطالب تعارض شروط الآخر فالحكومة الفيدرالية تطالب بنزع سلاح جبهة تيجرايا وإخضاع الإقليم لسيادة الحكومة في حين تشترط الجبهة وقف إطلاق النار وإصال المساعدات الإنسانية داعية إلى انسحاب القوات الأجنبية طبقا لوصفها ما قد يجر المحادثات السلمية إلى فشل يتكلم فيه السلاح مجددا حسب مراقبين الوسطة الإفريقية من جانبها تداعت للأمر وكثفت جهودها عبر جماعات واتصالات ربطتها مع كافة الأطراف منعا لانهيار وشيك للسلم انطلقت لأجل إحلاله مفاوضات جنوب إفريقيا ثلاثاء الماضي كحل جديد تخالف نتائجه الهدنة الهشة التي لم تصمد لأكثر من خمسة أشهر خرقتها عودة الاقتتال أوتا الماضي بين القوات الإثيوبية وجبهة تيجراي صراع دام تاه بإصرار أطرافه عن مسار السلام المسار ذاته يسعى إليه الاتحاد الإفريقي عبر وساطته كما سبق وأكدت الخارجية الأمريكية عن دعمها التصوية السلمية بين الفرقاء مشيدة بجهود الاتحاد الإفريقي